الرجل في الشريعة مثل المرأة إذا زنى يطبق عليه الحد وإذا زنى الرجل هو متزوج يفرق بينه وبين زوجته ما ينفعش يعين إلا الإيدز ما ينفعش واحدة تقعد مع واحد بيزني بالنساء وهي تقول لا ده ده طيش وهيرجع لي تاني يرجع لها بمرض أنا بيجي يكشف عندي سيدات عندهم إيدز جايبين من إين الإيدز من أزواجهم أزواجهم جايبين من العك الخارجي ده ألعن من الكورونا بقى لأن الكورونا أسبوعين وهتخف إنما الإيدز هتخف إزاي؟ من ترك شيئا في الحرام أبدله الله خيرا منه في الحلال الزوجة قعدة مع زوجها الزاني عشان هو اللي بيصرف على العيال لأنها لو ثابت زوجها هتموت مجوع لما ربنا تبارك وتعالى لما ربنا تبارك وتعالى ينزل في كتابه شيء ثم تقول أنت أن هذا الشيء لا يجوز أنا ما بقولش الناس تنفس على بعض خلي بالك معي يعني لا يجوز أن يقوم الأفراد بتنفيذ الحدود يعني أنا لو ابني زنة ما أقدرش أنفس فيه الحد ما ينفعش أنا مش وليه الأمر إنما أنا أقدر أعذره أحذره أتجنبه أخصمه أقاطعه أعمل أي وسيلة تثبت أن أنا غير راضي عن فعله لكن لو ابني بيزني وأنا بقولي ابني راجل ويعمل لو أعاوزه أنا هو الروح النار وابني هيجيله مرض وأنا هلف بابني على المستشفيات ومش لقيله علاج الساكت عن الحق شيطانه الأخرث اللي راضي بالزنة زاني واللي راضي ببيع المخدرات ببيع مخدرات واللي راضي ببيع الأثار وسرقة الناس حرامي اللي بيطبق الحد هو الحاكم يعني تطبق الحدود الدولة الناس ما تطبق حد يعني أنا عندي شاب إذا أنا ما أقدرش أقيم عليه حد عندي واحد سرق ما أقدرش أطع يده يا جماعة اللي تقيم الحدود دولة إذا أنت أقمتها أنت سعدت وأسعدت اللي غلط إذا أنت ما أقمتش الحد وربنا لا يقام عليه غصب عنك طب إزاي واحد سرق في مكان قلنا نطع يده لا أنا ماشيه ما فيش أطع يد يبقى أنت قطعت إيه قطعت عيشه قطعت إيده ورجله قطعته من مكان أنت سرقت مرة بس المكان ده أنت تخرق يا جماعة اللي بينفذ حد ربنا بيتطهر ده الكلام ده مسؤولية دولة مش مسؤولية أفراد حد واحد يقولك الدكتور جدول أطعه مفعش لا يقيم الحدود إلا الحاكم حضرتك أنت بتذكر بس لكن أنا أقدر أخذ إجراءاتي آه أنا دلوقتي لقيت حد اللي بيعمل غلط ما ينفعش يقعد مع اللي بيعمل غلط الرضا بالمنكر منكر فلان بيزني وأصلاعت مع أمراضي واسوان ده عيال أصطها لو راح ما أنت راضية بالزنة يبقى لما يجيلك إيزة ما تزعليش ما هو الإيزة بس اللي بنتقل بالزنة لا والالتهابات والأمراض المعدية والسرطانات في أمراض أصلها أمراض معدية وبتقل بسرطان اللي راضي عن الغلط حيتكبب ناره لازم تنكر المنكر أنا شفت ناس قاعدة مع ناس بتشرب مخدرات من كتر ما هيقاعدة مع الناس اللي بتشرب مخدرات أصبحت مخدرات طبيعية وإيه يعني يعني مش أبحثيش مخدر إيه يعني اللي بيستهين بالخطأ ينكوب ناره أنا نصحت الناس إن ده غلط ده غلط مش رادين يسمعوا كلامي أسيبهم وامش وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللي يكفروا بها واستهزوا بها ها فلا تقعدوا معه مش ده كلام ربنا ولا أنا بألفه إنما أنت تقعد في مكان في غلط وفي سجاير وفي صهر بالليه وفي معصية وإنت راضي هتتكيوب ناره اشرب ناره بقى وليف بيه في المستشفيات واضحت يبقى بنقول يا جماعة الرضا بالخطأ خطأ وإياك أن تتعود على المنكر فتتعوده زال بيبص كده على صور عريان شاب بكله شاب بص على صور عريان يا ابني ده غلط يا عم ما كل النت كده ما هو كل النت كده بس أنت ده غلط يا عم ما كل النت كده ما كل النت كده بس أنت ما ينفعش تبص على ده خاف على نفسك خاف على عينك خاف على الخصية اللي هتتلايف خاف على هرمونات اللي هتبوز بعد كده مش هتنزل حيانات منوية أصلا شباب بيفضل يبص على صور العيان لغاية ما يجينا في العيادة لا عنده خصية ولا انتصاب ولا نيلة وضاع لقد نفد رصيدكم أنت ضيعت الدنيا تقول لي الناس كلها بتعمل كده ما تعمل ولا تتحرق انجو بنفسك يا أخي الناس كلها قاعدة بتدخن غور انت في داه ابعد عنه يعني أنا عايز أقولك عليه إياك أن ترضى بالخطأ فتجلس معه انت تنهى عن الغلط الناس مشاردة تنهى عن الغلط ابعد انت إنما احنا عندنا ناس مطيباتين واحد كل ما قابل واحد يقول له صلي يا فلان يقول له حاضر يقابلوا مرة تانية صليت يا فلان لا صلي يا فلان وبعدين واحد تانية يقعد يقول انت كل ما تشوف وتقول له صلي ما تسيبه يا أخي المطيبات ده رايح لستين ده المطيبات الغابة ده يروح النار المفروض ان انا بذكر بالغلط كل ما شوف الغلط ولد بيربي كلب وشائل الكلب يا ابني الكلب ده يوديك النار يا ابني الكلب ده ينقص من عملك الصالح يا ابني الكلب ده نجاسة حينقل لك مئة مرض مئتين مرض يا ابني الكلب ده لا تدخل الملائكة ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب يا ابني افضل اذكره التاني يقول كنت كل ما تشوفه هتقول له سيبي الكلب لا خلي بالك في كل جابتك ما تلقباتش من ربي خنزير احسن من ربي اسود في كل ذاتي كابت من رطباتين اجر مش هربك لا بواخد اجر كده لقبطة انما انا لو انا لقيت كلب زي الراجل اللي كان بنزل في الصحراء ولقى كلب في الصحراء فهو نزل شرب في البير والكلب مش عارف ينزل فنزل الراجل وساقة الكلب ده في صحراء يا جوز تربية الكلاب للحراسة يا جوز تربية الكلاب لكشف المخدرات يا جوز تربية الكلاب لحراسة الغنم يبقى عندي كلب مدرب وكلب حراسة انما الكلب اللي انت حضنه في البيت ده ايه تقول عليه لربنا ايه